السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعي قناة تعلم والسفيد أهلا بكم في حصة الصرف والتحويل درس المعتل في الأزمنة الثلاثة إذن سنتعرف على الفعل المعتل وتصريفه في الأزمنة الثلاثة أي في الماضي والمضارع والأمر إذن بداية سنقرأ هذا النص وسنستخرج منه الأفعال المعتلة وكما نعلم فالفعل المعتل هو ما كان فيه حرف واحد أو حرفين من حروف العلة إذن حرف أو حرفان من حروف العلة وطبعا هو ينقسم إلى خمسة أقسام وفي هذا الدرس سنقتصر على دراسة ثلاثة أقسام سنتعرف عليها بعد قليل إذن سنقرأ هذا النص نص بعنوان الفرحة باليوم العالمي لحقوق الطفل وصلت سعاد البيت والفرحة تغمرها إذن هذه الجملة ما يهمنا هو هذا الفعل هو فعل وصلت سألتها أمها عن سبب فرحتها فقالت إذن كذلك فهذه الجملة يهمنا فيها فعل قالت لقد قضيت يوما حافلا بالنشاطي إذن أيضا سنحيط بخط الفعل قضيته لأنه من بين الأفعال التي سنشتغل عليها في هذا الدرس حيث أنهيته إذن أنهيته كذلك فهو فعل معتل دوري في ندوة حول حقوق الطفل دعت إليها مدرستنا إذن أيضا فعل دعت أو دعا احتفلنا من خلالها بالذكرى السنوية لليوم العالمي لحقوق الطفل كذلك فعل كان لهو فعل ماض ناقص هو من نواسخ الفعلية فهو أيضا فعل معتل وكانت مشاركة في هذا النشاط متميزة إذن سنشتغل على بعض هذه الأفعال التي أحطناها بخط مغلق إذن نبدأ بالفعل واصلا إذن لاحظوا واصلا فأوله حرف علا والفعل الذي يكون أوله حرف علا نسميه فعل معتل مثال إذن الفعل المثال هو ما كان أوله حرف علا مثل واصلا وممكن أن نعطي أمثلة أخرى أمثلا وقف واجاد وعاد وراد إلى غير ذلك من الأفعال ثم كذلك لدينا فعل قالت لماضه مع الضمير هو قالت إذن لاحظوا الفعل قالت فوسطه حرف علا والفعل الذي يكون وسطه حرف علا نسميه فعل معتل أجوث وممكن أن نعطي أمثلة أخرى للفعل الأجوث مثلا صامة مثلا سالة أو دامة أو نامة إلى غير ذلك إذن كل هذه الأفعال فوسطها حرف علا كما نلاحظ وهو فعل معتل أجوث كذلك من بين الأفعال لدينا قضيت إذن قضيت ماضيها مع الضمير هو نقول هو قضى إذن هذا الفعل لاحظوا آخره حرف علا والفعل الذي يكون معتل الآخر نسميه فعل معتل ناقص وسنعطي أمثلة أخرى من بينها واحد المثال لأن هنا يا دعا إذن دعا كذلك فهو فعل معتل ناقص لأن آخره حرف علا ممكن أن نعطي أمثلة أخرى مثلا نما أو راضية أو خاشية أو مشا أو سقا رعا إلى غير ذلك إذن كل هذه الأفعال كما نلاحظ فهي تنتهي بحرف علا إذن آخرها حرف علا وبالتالي فهذا الفعل فعل أو كل فعل من هذه الأفعال هو فعل معتل ناقص إذن تعرفنا بداية على أقصام الفعل المعتل قلنا هناك المثال الذي يكون أوله حرف علا قلنا هناك الأجوف الذي يكون وسطه حرف علا وهناك الفعل المعتل ناقص الذي يكون آخره حرف علا كما في هذه الأمثلة إذن الآن سنمر لتصريف هذه الأفعال الثلاثة في الماضي والمضارع والأمر إذن نبدأ بالفعل وصلا إذن قلنا من حيث النوع فهو فعل مثال لماذا؟ لأن أوله حرف علا إذن تصريفه في الماضي إذن هم وصلوا أنتم ماذا نقول أنتم وصلتم إذن أنتم وصلتم هم وصلوا ثم تصريفه في المضارع هي تصل أنا أصل وتصريفه في الأمر أنت صلي أنت صل إذن ما نلاحظه عند تصريف هذه الأفعال؟ لاحظوا تصريفها في المضارع فلا يحدث حرف العلا لهو الوا وصلتم هم وصلوا أما تصريفها في المضارع والأمر فحرف العلا يحدث لاحظوا نقول أنا أصل حدف حرف العلا هي تصل أيضا حدف حرف العلا أنت صل حدف حرف العلا أنت صلي كذلك حدف حرف العلا ثم نمر للفعل قال إذن لاحظوا قال قلنا وسطه حرف العلا إذن هذا فعل أجوث وتصريفها في الماضي أنا قل أو عفوا أنت قلت هي قالت إذن لاحظوا هنا أنت قلت حرف العلا حدف لماذا حدف لأن لأن ما قبل آخره ساكن قلت قلتم قلت قلنا إلى غير ذلك أما مع الضمير هي في حرف العلا لم يحدث لاحظوا لم يحدث لماذا لأن ما قبل آخره ليس ساكنا ما قبل الت ليس ساكنا ثم في المضارع أنت تقلنا أنت لاحظوا أنت تقولين إذن لاحظوا أيضا نفس الشيء أنت تقول إذن حرف العلا حدف لماذا لأن ما قبل آخره الفعل ساكن تقول أما هنا أنت تقولين فحرف العلا لم يحدث لماذا لأنه غير مسبوق بساكن أو ما قبل آخره عفوا ما قبل آخره ليس ساكنا بينما حرف العلا عاد إلى أصله اللي هو الواو ثم في الأمر أنت قلنا إذن أيضا فحرف العلا هنا حدف لأن ما قبل آخره ساكن بينما مع الضمير أنتم لا يحدث حرف العلا نقول أنتم قولوا إذن أنتم قولوا إذن لم يحدث حرف العلا هنا عاد لأصله اللي هو الواو لماذا لأن ما قبل آخر الفعل ليس ساكنا سكونا حيا نمر إلى الفعل قضى إذن لاحظوا قضى فآخره حرف علا إذن قلنا هذا فعل ناقص إذن تصرفه في الأمر أو عفوا في الماضي هي قضت إذن هنا حدف حرف العلا حدف حرف العلا مع الضمير هي بينما هن إذن ماذا سنقول هن قضينا إذن هن قضينا إذن لاحظوا هنا حرف العلا لم يحدث بل عاد إلى أصله اللي هو الياء نحن إذن تصرف في المضارع أنتما تقضياني إذن أيضا حرف العلا لم يحدث هنا بل عاد إلى أصله نحن نقضي أيضا لم يحدث حرف العلا وتصرفه في الأمر أنتما إذن أنتما سنقول أنتما إقضيا إذن أيضا هنا حرف العلا لم يحدث بينما مع الضمير أنت سنقول أنت إقضي إذن لاحظوا سيحدث هنا حرف العلا دعا أيضا إذن لاحظوا أيضا دعا آخره حرف علا إذن هذا فعل ناقص لدينا أنا دعوت إذن حرف العلا هنا عاد إلى أصله اللي هو الوا هما دعوا إذن هنا أيضا عاد إلى أصله اللي هو الوا ثم هي دعت إذن مثلها مثل أو عفوا عفوا هنا بتصرف في المضارع إذن في المضارع هي تدعو إذن أيضا هنا عاد إلى أصله أيضا هي تدعو وهم يدعون ثم تصرف في الأمر أنتما إذن دعا ماذا سنقول أنتما ادعيا أو عفوا ادعوا ادعوا إذن أيضا لم يحدث حرف العلا بل عاد إلى أصله اللي هو الوا إذن ما نستنتجه هو أنه عند تصريف الفعل المعتل في الأزمنة الثلاثة تطرأ عليه عدة تغييرات منها المثال إذن الفعل المثال يحدث أوله في المضارع والأمر كيف ما شفنا هنا في المضارع وفي الأمر حدف حدف حرف العلا أو أول الفعل كيف ما لاحظنا هنا وصل ياسيلو ما كنقولوش يوسيلو ياسيلو إذن حدف حرف العلا وكذلك صل لا نقول وصل إذن يحدث حرف العلا هنا أيضا بينما الأجوف يحدث وسطه وسطه يعني حرف العلا إذا سكن آخره في الماضي قال قلت هذا الشرع شفناه هنا عندما يسكن آخره أو ما قبل آخره في الماضي وكذلك في المضارع هنا وفي الأمر إذن في الماضي وفي المضارع تنقلب ألفه واو عاد يعود هذه في المضارع بحل قال يقول أو تنقلب يا أن ما لا يميل أو تبقى ألفه على حالها غار يا غار إذن هذه أمثلة أخرى وكذلك ما شفناه هنا في المضارع حرف العلا عاد إلى أصليه اللي هو الوا كذلك تقضيان عاد إلى أصله اللي هو الياء ثم تدعو أيضا عاد إلى أصله اللي هو الوا إذن الفعل الناقص ترد الألف إلى أصلها في الماضي دعوت إذن كيف ما شفناه هنا دعونا دعو أو تنقلب يا أن أوصيت من أوص أو قضيت من فعل قضاء أو يحدف منه حرف العلة دعو أيضا مع أن تدعين في المضارع إذن سننجز نشاط أطبق إذن لدينا سنصرف هذه الأفعال الأربعة في الماضي والمضارع والأمر مع هذه الضمائر لدينا واقف في الماضي مع الضمير هم إذن ماذا سنقول هم وقف ثم في المضارع أنا أقف وفي الأمر أنت قف ثم سار إذن نحن في الماضي في الماضي نقول نحن سرنا هي في المضارع هي تسير وفي الأمر أنت إذن ماذا سنقول أنت سير ثم رم إذن في الماضي أنتما رميتما هم في المضارع هم يرمون وفي الأمر أنتما إرميا ولدينا الفعل سما في الماضي هن إذن ماذا سنقول هن سمونا وأيضا الضمير هن في المضارع هن يسمون وأنتن في الأمر أنتن أسمون إذن هذا ما يتعلق بهذه الحصة شكرا لكم على المتابعة ترجمة نانسي قنقر